السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم ودائما صل على الحبيب قلبك يطيب فالصلاة على الحبيب مسك وطيب الصلاة على الحبيب شمس لا تغيب الصلاة على الحبيب شفاء ولكن بلا طبيب بالصلاة على الحبيب تدعو وربك يستجيب ومن صلى على الحبيب أبدا لن يخيب وإذا مضقت بالعيش الكئيب فبادر بالصلاة على الحبيب فما صلى الحزين عليه إلا أتاه الله بالفرج القريب فأسمعونه الصلاة على الحبيب اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد أهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامجكم القصص الحق على قناة الرحمة يوم الخميس من كل أسبوع الساعة التاسعة والنصف ليلا أو بعدها بقليل حسب التوقيت الصيفي لمدينة القاهرة الله عز وجل أسأل أن يجعل هذا البرنامج سبب نجاة لنا يوم القيامة ولمن تسبب فيه وللقائمين عليه وللمشاهدين وللمستمعين ومن ينشر هذه اللقاءات ابتغاء وجه الله وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص والتوفيق والسداد والقبول قولوا أمين انتهينا في حلقات في حلقات عدة مع سلسلة سيدنا لقمان ما هو بصحابي ولا بنبي واليوم الحلقات موجودة بفضل الله على المواقع وعلى موقع الرحمة في السوشيال ميديا في كل مكان ربنا يرزقنا الإخلاص وهتقبلها منه وختمنا الحلقة الماضية قصتي ووصايا لقمان لولده واليوم نقف مع نبي جديد أو مع سلسلة جديدة في ضوء برنامج القصص الحق هذا النبي لكلم عنه النهاردة تقريبا ذكر في القرآن ستة عشرة مرة ستة عشر مرة تقريبا وهذا النبي رزقه الله بولد فكان أيضا نبي والقرآن ذكره هو وولده في أكثر من موطن وفي أكثر من موضع وهذا النبي كثر حوله الجدال وكثر عليه الكلام النبي الذي معنا هو نبي الله داود عليه السلام نبي الله داود اللي ربنا تكلم عنه في القرآن في أكثر من ستة عشر موضع لكن النهاردة هتبقى مقدمة عن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام وعلى جميع الأنبياء والمرسلين سيدنا داود كان مميزا منذ أن خلق الله آدم وكان مميزا بعد أن ولد داود يعني كان مميزا وهو في عالم الذر في عالم الأرواح في عالم الغيب كان داود مميزا عليه الصلاة والسلام وبعد أن خلق في الدنيا كان مميزا تعالى كده ناغد في الحديث الصحيح قال نبينا صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم دا من أعجب الأحاديث اللي هتسمعوه في الحلقة دي النهاردة اللي لادي عن سيدنا داود هذا النبي الملك كان نبيا ملك هنستطرد بقى في اللقاءات والسلسلة عن هذا النبي وعن ولاده أيضا نبي الله سليمان عليهما الصلاة والسلام وعلى جمال الأنبياء المرسلين قال صلى الله عليه وسلم والحديث عند التلمذي بسند قوي قال الحبيب النبي ما بتصلوش عليه ليه صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم استخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة وفي رواية مسح الله على ظهر آدم في رواية عند غير التلمذي فاستخرج من صلبه كل نسمات كائنة إلى يوم القيامة فنظر إليهم آدم وقال من هؤلاء يا رب لسه ما فيش غير آدم فقط من هؤلاء يا رب قال هؤلاء ذريتك وأولادك يا آدم إلى يوم القيامة في عالم الذر في عالم الغيب في عالم الأرواح وجعل الله لكل نسمات منها وبيصا يعني لمعانا يعني الشعاع من ضوء إلا أن سيدنا آدم هو ينظر إلى ذريته وجد أن لأحدهم وبيصا لامعة لأواحد نوره زايد أول فقال من هذا يا رب من ده قال هو ولدك داود نبي في آخر الزمن يبقى سيدنا آدم أول سؤال والذي سيجيب هو الرحمن جل جلاله والحديث عند الترمزي بسند قوي من ده يا رب اللي نوره شديد ده وللي المسؤل الأعلى قال له هذا ولدك داود نبي في آخر الزمن سين اثنين من آدم يا رب كم عمره هيعيش كم سنة قال عمره ستون عاما يعيش ستين عاما فقال آدم طلب من الله طلب قال يا رب زده طول في عمره شوية فرد الله على آدم يا آدم سأزيده بشرط أن تعطيه من عمرك أنت هنخدم من عمرك نزيد في عمر هذا الولد سيدنا داود لسه ماء في عالم الذر فسيدنا آدم قال له كم عمره يا رب قال له ألف عام قدرت لك ألف عام فقال خذ من من الألف أربعين عاما وضعها وزدها في عمر داود هذا ولد داود هذا فأصبح الستين مع الأربعين اللي تبرع إن صح التعبير بيهم آدم لداود بقى سيدنا داود له مئة سنة وسيدنا آدم بعد أربعين سنة بقى له تسعمية وستين سنة سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول فلما انتهى عمره آدم ستمية تسعمية وستين سنة جاء إليه ملك الموت قابضا فقال آدم يا ملك الموت بقي من عمري أربعون عاما في أربعين سنة لسه ما كان مناش الألف كما وعدني ربي فقال ملك الموت لآدم ألم تعطها لولدك داود مش انت تبرعت بها وتنازلت عنها لابنك داود ساعة أن أخرج الله عز وجل أخرج الله عز وجل جميع الزرية من صلبك ونظرت إليهم فاكر يا آدم قال لا لم أتذكر أنا لم أعطي أحدا شيئا أنكر سيدنا آدم وجسدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم علق تعليق ولا أروع من كده سيدنا آدم كان بالفعل وعند أحمد بقى في المسند أن الله لما تنازل آدم عن أربعين سنة من الألف على الستين بتوع داود عشان يبقى مية جاء الله عنده في مسند أحمد قال الله صلى الله عليه وسلم فجاء الله بكتاب وكتب هذا وأشهد عليه الملائكة شهدين يا ملائكتي كذا شهدين وكتب هذا ولله المثل الأعلى لا نشبه لا نؤول لا نعطل ركزوا في دي أول ولكن نأخذها في إطار قول الحق جل جلاله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى فسيدنا آدم قال له لا حصلش مدتش لحد حاجة لم أعطي لأحد شيئا فسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم صلى على الحبيب قال بكي طيب علق تعليق ولا أروع وقال إيه فجحد آدم فجحد الذريته ونسي آدم فنسي الذريته وخطئ آدم فخطئ الذريته لا 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 تاني بقى وبالرحة علينا كده يا شيخ نحاضر بس يصلوا على سيدنا نبي سيدنا نبي يقول كان حصل بالفعل أن آدم تنازل عن أربعين عام ولكن لما أنكر فإحنا توارسنا هذا الخلق ألف آدم جحد ما اتفق عليه مع الله فجحدت ذريته لو أحنا ورثنا هذا الجحود ونسي ما اتفق عليه فناسيت ذريته وخطئ أخطأ آدم فخطئ ذريته أما ليه أما للنسيان جنة منين من هنا شوف ضربنا مثل أن أحد الناس اتفق مع زميل الله صديق الله على موعد ومكان موعد معين ومكان معين الساعة كذا في المكان كذا فجاء أحدهم وتخلف الآخر جاء أحدهما وتخلف الآخر فاليوم التالي الذي وفى يعتب على الذي لم يوفي قال له بأنا انتظرتك وعطلت نفسي وجيت لك الساعة كذا وفي المكان الفلاني زي ما اتفقنا ثم أخلفت موعدك معي فجاء يقول له الأبيات الجميلة العتاب الرقيق الرد الجميل قال له قال له والله أنا نسيت وصغها له صيغة جميلة جدا قال له لقد نسيتك والنسيان من خلقي لقد نسيتك والنسيان من خلقي لأن أول ناس كان أول ناس هقول تاني حاضر حاضر لقد نسيتك لقد نسيتك والنسيان من خلقي لأن أول ناس كان أول الناس أول من نس كان أول الناس اللي هو من سيدنا آدم حتى إن القرآن ذكرها ذكر في موطن آخر أما لي ولقد عهدنا إلى آدم من قبل هه فناس ولم نجد له عزمة إحنا مع سيدنا داود بقى هنفتح طب لما ورسنا الجحود ده شيء غير محبة بالجحود والخطأ ده شيء غصب عننا رفع قال صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكريه عليه إنما النسيان تعتقد أن النسيان دا نقمة لا النسيان نعمة يا راجل أمر إيه النسيان نعمة طبعا شف من مات له حبيب أو مات له ولد ومن مات والده أو من مات حبيبه لو لم ينسى لا توقفت الدنيا فالنسيان نعمة ذلك فيه أمور معينة لما حد يفكرك ويذكرك باتقوله يا عمي أنا مسدأت نسيت فالنسيان نعمة ولذلك نعبد احمد الله واسجد شكرا لله الآن أننا نعبد إلها لا ينسى شف فرعون لما كلم سيدنا موسى قال له فما بال القرون الأولى فرعون بيسأل موسى عليه الصلاة والسلام قال علمها عند ربي في كتاب بس اخد بالك شوف الآن بتقول ايه قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب شوف الجمال ده لا يضل ربي ولا ينسى لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى يبقى سيدنا آدم جحد فجحدنا نسيا فنسينا أخطأ فأخطأنا ويجي سيدنا النبي في نهاية الحديث يقول فأتم الله لآدم الألف عام وأتم لداود المئة عام فسيدنا داود من يومه وهو في عالم الزر والأرواح مميز ولما وجد في الدنيا كان مميزا طب ما التوقيت الذي أرسل الله فيه داود لأن داود من ضمن أنبياء بني إسرائيل لأن بالمناسبة بني إسرائيل من أكثر أو من أطول الأمم أعمارا ومن أكثر الأمم التي أرسل إليها أنبياء حظوا بني إسرائيل حظوا بعدد أنبياء كثير وكانوا أطول الأمم أعمارا فسيدنا داود أرسل بعد موسى وهارون بعد أن مات موسى ومات هارون جاء داود أما شوف حتى لما نربط التاريخ ببعضه كتل لقطة الأخيرة من لقطات سيدنا موسى مع بني إسرائيل لما مكن الله لهم في الأرض لأنهم أوذوا وصبروا في البداية لأنهم كانوا بين رفعة ووضع بين انتصار وهزيمة إذا أطاعوا الله نصرهم وإذا عصوا الله جاءت الهزيم وتلك سنة الله في كونه ولن تجد لسنة الله تبديلة ولن تجد لسنة الله تحويلة شوف لدرجة النباني الإسرائيل قالوا لسيدنا موسى كده قالوا له احنا اتبهدلنا قبلك واتبهدلنا بعدين انت ما جئت ما فيش فرق قالوا قالوا اوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا شوف ناشي يوم حلو سيدنا موسى قال لهم قال عسى ربي أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض بس خدوا بالكم فينظر فينظر كيف تعملون اختبار وامتحان فنصر الله بني إسرائيل على فرعون وجاءت النتيجة بعد أن صبروا قال الله وأورثنا الأرض الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل وأورثنا الأرض الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها وأورثنا وأورثنا القوم وأورثنا القوم استغفر الله وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها ومغاربها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل اسمع بما صبروا وشوف النتيجة ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وربنا جعلهم ينظرون إلى نهاية فرعون فليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية نظر إلى جيفته شوف القرآن يقول ولقد أغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون فمكن له وعاشوا أزهى عصرهم في هذه اللحظات بعدها لك فرعون وبعدين ثم نكسوا على رؤوسه ثم نكسوا إلى الخلف ثم تراجعوا فكانت المصيبة لدرجة أن سيدنا موسى أمرهم أن يدخلوا مجاهدين للجبارين قرى الجبارين قادوا أن ندخلها ما داموا فيها اسمع في النهاية فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون سيدنا موسى خلاص وصل إلى الذروة قال ربي الله يكون فان سيدنا موسى شوف اللقطة الأخيرة بعد أقز وجذب ومنع وعطاء وقصة والبقرة والطور والجرد والضفدع والدم والقمل والعصة قضية وانفجار من العيون قضية كبيرة سيدنا موسى موضوع كبير شوف اللقطة الأخيرة قال ربي إني لأملك إلا نفسي وأخي خلاص فافرق بيني وبين القوم الفاسقين خلاص بعيدهم عني وسمهم فاسقين فاستجاب الله له قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين ومات موسى وهارون وبن إسرائيل في التيه مشتتون مقطعون مجزؤون فكان في هذا التوقيت قرى الجبارين تجبروا وطغوا وكم منهم شباء سيدنا داود جئ امتى كان غلاما شبا في ريعان شبابه وكم من الجبارين ظالم ملك ظالم يقال له جالوت شوف البداية جات من انبأ جالوت هذا كان ظالم فبعد موسى وهارون جاء نبي آخر لم يذكره القرآن أصلا إلا إن ربنا هنبدأ مع سيدنا داود مسلط البخرة نأتي البيوت من أبوابه الآية رقم 246 بتوضيح بسيط ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل اسمع من بعد موسى ترتيب اللي احنا قلنا هو وذلك شوف عند البزار قال نبينا مختار صلى الله عليه و سلم حدثوا عبني إسرائيل فإن فيهم الأعاجيب فيهم أمور عجيبة و كما قالوا حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فالجالود موجود ظالم بعد وفاة موسى وهارون و جاء نبي آخر و لسه داود بقى شاب كده اسمع ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم غير موسى بعد موسى ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله يبقى هم بيقول لنبي من أنبياهم لأن أرسل الله إليهم أنبياء كثر أم ليه حتى وصلوا أنهم قتلوا الأنبياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق و نقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد فالنبي اللي جيب بعد موسى عليه الصلاة السلام بني إسرائيل قالوا له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله لأن دايما كان مع بني إسرائيل الملك في ناحية والنبوة في ناحية أخرى اللي معاه النبوة ما يبقاش مع الملك كانت هذه سنة الله في بني إسرائيل إلى أن يعني نمشي مع التاريخ وتشوف الدنيا وصلت لإيه واللي معاه الملك ربنا لم يؤتيه النبوة إلى الآن لم يجمع الله الملك والنبوة معا لأحد حتى هذه اللحظة التاريخية اللي بنكلم فيه فالملك في ناحية والنبوة في ناحية أخرى بدليل إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملك يعني نبي غير ملك نقاتل في سبيل الله فالنبي بتاعهم الذي لم يذكر القرآن له اسمان قال النبي خايف عليهم ودايما النبي لقومه كالأب لأبنائه خاف عليهم جدا قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا أنا خايف أطلب من ربنا أن يبعث لنا ملك نقاتل ونجاهد وبعدين في الآخر ما تقتلش ولا تجاهدوا فتهلكوا ليه لأن معصية الأنبياء تخرج من الملة الاعتراض على نبي من الأنبياء ووصف نبي من الأنبياء بأوصاف تخرج من البشرية أو من الرجولة أو بأوصاف رديئة ودنيئة يخرج من الملة أمه ليه يبقى الإنسان على خطر شف أبو الخويصرة كبير الخوارج وقتها لما سيدنا النبي جاء في غزوة حنين وقسم الغنائم فجاء أبو الخويصرة وقال له أين الغنائم قال وزعته قسمت فأمقل النقطة دي قال له هذه بقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذه قسمة شوف الاعتراض هذه قسمة ما أريد بها وجه الله ده بيتهم من في ذمته سيدنا صلى الله عليه وسلم بقول له الاسم دي فيها كده حاجة مش مظبوط يا نهرى بيض فجسدنا النبي قال له المقولة القوية دي قال له خبتا وخسرتا إن لم أعدل وإن كان بعض قد الحديث قرأوها خبتوا وخسرتوا إن لم أعدل والأقوى والأعلى جمهورا من في الحديث إن الرسول رماه هو بالخيبة والخسران مش النبي نفسه ما قالش خبته وخسرته لا قال له خبتا وخسرتا إن لم أعدل ونتقوى بحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف في ظلام الليل بجوار المسجد مع سيدتنا صفية أم المؤمنين زوج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومر اثنان من الصحابة فأسرعوا فسيدنا النبي قال لهم على رسلكم طب تقولوا ليه إنها صفية مش محتاج جاري ولا ذو الرحيم فين ده زوجتي مراتي أمكم أم المؤمنين فقالوا أوافيك يا رسول الله يعني احنا نشك فيك ده كلام فجسدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فخفته أن يقذف في قلوبك ما شر فتهلك فإيه فتهلك الاعتراض على سنة من السنن قطعية الثبوت قطعية الدلالة بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى أو الاعتراض على أوامر ونواهي النبي في حياته تخرج من الملة طالما عمد متعمد أما ليه وذلك شفتي لما نازل قول الله تعالى صورة الحجرات يا أيها الذي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي شف سيدنا من الكثير قال ليه الكاد الخيران سيدنا مباكر سيدنا عمر أي يهلك يهلك ليه اتكلموا بس قدام النبي بصوت عالي سن صغيرة بس بعدين ربنا قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ما هم زي أي حد فالاعتراض على نبي أو على رسول في حياته أو على سنته قطعية الثبوت يعني ثابت الحديث ثابت قطعية الدلالة وواضح يخرج من المل شفت الأمر خطر إزاي نما يجب أن نسلم قال تعالى فلا وربك نحن عيشين بقى مع سيدنا داود وحده وحده فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضي ويسلموا تسليما قال أهل العلم فتحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا في حياته بشخصه وبعد موته بشرعه وسنته وهديه تحكيم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بيننا مقام إسلام وعدم وجود الحرج في الصدر من حكمه صلى الله عليه وسلم مقام إيمان والتسليم التام والكامل لحكمه صلى الله عليه وسلم مقام إحسان نقول الآية دي تالي لمن يعترضون على السنن ويعترضون على السنة ويعترضون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن اعترض على نبي واحد فقد اعترض أو كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين ده حتى في غاية الخطورة شف نوح ما كذب قوم نوح إلا نوح ومع ذلك يقول الحق ما قالش كذبت قوم نوح نوحة لا أو الرسول لا كذبت قوم نوح المرسلين اللي كذب نبي كذب كود للمرسلين طب عاد ما كذب قوم عاد إلا هودا ومع ذلك يقوله مولانا كذبت عاد المرسلين وهكذا شوف النبي بيبقى خايف على قومه جدا والاعترض على النبي خطر جدا اسمع الآية ثاني فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فالنبي إلا أرسل الله بعد موسى قالوا من أخايف أطلب من الله أن يرسل إليكم ملك لنقاتل في سبيله ثم ترفضه وتتقاعصه اسمع بقى قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله إحنا هنخسر إيه وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا إحنا أخرجنا من بيوتنا وديارنا وأبنائنا فحتى لو ما قاتلناش في سبيل الله هنقاتل من أجل ديارنا وأولادنا فلما كتب زي النبي ما توقع بتاعهم بالضبط فلما كتب عليهم القتال تولوا أعرضوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين طب يطول ربنا بعث لهم من ملك اسمه إيه الملك إذا ربنا أرسله وهلمشوا وراه ولا كذبوا واعترضوا وما الذي حدث لبني إسرائيل قبل وجود داود عليه السلام هو شاب النهاردة كانت الحلقة الأولى مع سيدنا داود كان مميزا في علم الزر وأعطاه آدم أربعين سنة ثم نسي وكان مميزا بعد أن وجد ودلها نكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة في برنامج القصص الحق على قناة الرحمة يوم الخميس من كل أسبوع ساعة التاسعة والنصف أو بعدها بقليل بعد العشاء حسب التوقيت الصيفي لأن الأمر إيه إن شاء الله فيه شتوي وصيف فربنا رزقنا وإياكم الإخلاص والتوفيق والسداد والقبول أحبكم في الله ودائما لا تنسوا صلى على الحبيب ألبك طيب أشوفكم على خير إن شاء الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته